السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا اجمل متابعين ان شاء الله يرب تكونون باحسن حال يا هلو غلا فيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة اللي اول مرة يشوفني اللي تضغط على زر الاشتراك وكمان اعطوني لايكات كثير لهذا الفيديو ولمحبين القصص حيلاقونها في قوائم التشغيل في قسم قصص حقيقية السمتعوا بسماعها ونبدأ بقصة اليوم وتقول صاحبة القصة يا هلو والله انا بنت عز وبنت ناس وبنت خير وبنت نعمة وبنت عائلة متعلمة ابوي دكتور بالجامعة وامي موجهة انجليزي شفتم العائلات المثالية حنا بالضبط كنا عائلة مثالية وانا البنت الكبيرة اللي اهلها صبوا فيها كل الحب والاهتمام والحنان والتربية النموذجية وفعلا طلعت زي ما يبغون اهلي انا دائما من الاوائل واخلاقي الكل يشهدلي وطلعت يعني بنت نموذجية ومضرب للمثال حتى في كل المحيط حقنا وعندي اب يحسدوني عليه كل صديقاتي يعني حنون حنان يعني لو اوزع على الكرة الارضية يفيد وام يعني تسوي نفسها قاسية لكن هي حنونة مرة فاهلي كلهم يثقون فيني بالذات يعني امي فخورة فيني لدرجة انها تقعد كده تهايط فيني قدام صديقاتها ونفس الشي حتى ابوي فكل شي متاح لي الجوال بيدي 24 ساعة عمرهم ما اخذون مني ادخل واطلع على كيفي اسواك تحت يدي يعني وين ما ابا كنت اروح اروح عايشة عيشة كل البنات يحلمون فيها وعلى الرغم يعني من كل اهلي يعني حريصين جدا وشديدين جدا وكثير كثير يخافون لكن سبحان الله ثقتهم فيني طغت على هذا الشي كله واعطوني كل شي تخرجت من المدرسة بنسبة 97 وكنت الاولى على المدرسة وقريباتي وصديقاتي يعني انا اشطر وحدة فيهم ما ينادوني حتى للدافورة امي يعني فخورة فيني وتبغاني يعني دايما تقولي ادخلي طب ادخلي طب ابا اشوفك دكتور وبالفعل قدمت وقبلوني زي السلام عليكم لاني متفوقة واني مرة مرة شاطرة فقبلوني زي السلام عليكم وانا مرة يعني احب اني احقق حلم امي احب اني حقق لها امنياتها معاني ترى مو مرة يعني احب اني اصير دكتورة بس انه اوكي وانا انسانة جدا جميلة 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 جمال ملفت فالحمد لله بديت اتعرف على صديقات يعني من اليوم الاول الحمد لله وانا يعني من المتفوقين ومن الاوائل بعدين بديت اتعرف على شلة ثانية يعني شلة كذا فلوا وناسوا وضحك لان كان جوي كله كآبة يعني كنت انا محتاجة اضحك محتاجة افرفش يعني زيادة على ان الطب اصلا مرة صعب في النفسية تكون مرة في الحضير فيعني صرت انا مع هذا الشلة يعني مبسوطة وانبسط معاهم لكن المشكلة انهم ما هم مرة يعني حقين دراسة مدر كيف يعني داخلين طب مرة موهم حول الدراسة فاحسهم يعني داخلين طب بس عشان الفشخرة فالشلة هذه كانوا حقين شباب يعني حقين مكالمات وطلعات ودخلات في البداية انا كنت التريق عليهم ويقول لهم والله انكم فاضين والله ان ما عندكم سالفة في البداية حتى كنت اعصب لما يتكلمون كذا عن الشباب وزي هالامور فشوي شوي صرت يعني اسمع واسكت شوي شوي صرت انبسط مرة بسواليفهم وكل كلمة والثانية كانوا يقولون لي اخ يا فلانة بس لو سل فينا جمالك والله اننا نشبك فلان ونطيح راس فلان فكلمتهم هذه خلاص احسها علقت في اذني وصرت يعني من جد ما افارق المراية رايحة جاية من قدام هذا المراية واقول نفسي والله اني قمر والله اني حلوة وملفتة وانا من الناس اللي قوية جدا يعني امي وابوي زرعوا فيني قوة الشخصية فكان من المستحيل انهم يأثرون علي ابدا لكن والله يعني كلمتهم هذه رنت رن في اذني يعني اقنعوني للأسف كانوا يقولون لي يا بنت الحلال لا تكوني الرسمي وش ذي النفسية لا تكوني معقدة يا اخ بسطي بسمك لماته وناسة هذا حدنا يعني معاهم ولا اذا مرة مرة يجيبون لنا هدية بس وكذا يعني الحياة حلوة فصرت كل ما نظرت للمراية اقول والله يا حب زوجي فيني والله ياهوب يستانس والله ياهوب ينبسط على الجمال ذا شوي شوي بدأت اقنع نفسي انه حرام حرام كل هذا الجمال يا بنت وما عندك حبيب وفعلا صرت اسوي نفس اللي سوونا صديقاتي بس ايش طاق طاقا يعني لا يمكن احد يضحك علي انا مرة يعني قوية وذكية فاتعرف على ذا واسولف مع ذا ويعني لكن كل شي بس كتابة مستحيل يتحول الموضوع لمكالمات فكنت كل يوم يعني مع واحد يعني حتى اني ما اعطيهم معلومات صحيحة عني فالقصة هذه تقريبا يعني قبل عشر سنوات ايامها حتى ما كان فيه البرامج هذه اللي موجود اليوم كان مرة حدهم شات فبديت ادخل شات اطقطق من هنا وامزح من هنا واطلع من هنا وادخل هنا وجلست على هذا الحال بستة اشهر وللامانة ما اثر على دراستي يعني نهائيا انا لازلت شاطرة ودافورة وعارفة يعني انا ايش قاعدة اسوي اصلا الموضوع كله بس ايش طقطقوا وناسا واللي اكلمهم ما يعرفون عني ولا شي يعني انا ماني غبية اروح اعطيهم معلوماتي انا داخله بس امزح اغير جو الين جا هذاك اليوم يا هذاك اليوم تعرفت فيه على هذاك الشاب مختلف الشاب كذا واثق من نفسه حبيتوا لانه يشبهني يعني قوي وواثق من نفسه حر كلامه كأنه درر صرت اشوفه اجمل من كل شباب مع انه كان عادي بس يا الله يا الله قديش شخصيته جميلة قديش هو انسان قوي انسان واثق من نفسه انسان يقدس المرأة انسان يعني بس كان يتكلم عن حقوق المرأة واش لها واش علي ما اقول لكم يعني والله العظيم بس اسلوبه جميل جميل اتعب حرفيا وانا اقول لكم اسلوبه جميل وصار بيننا مكالمات لدرجة والله العظيم ما ودي اسكر السماعة كلامه درر صار بيننا نقاشات open mind منفتح وصار يعني صبحي وليلي وانا اكلمه اقوم على صوته انام على صوته في الطريق وانا للجامعة اكلمه بالجامعة اكلمه حتى بين المحاضرات كنت اكلمه وهو بعد يعني نفس الشي تعلك فيني بشكل مو طبيعي صار ينام ويقوم على صوته حتى عند اصحابه كان يكلمني يعني حبيت انه ما طلبني يعني صورتي وهذا الشي هو اللي خلاني يعني اثق فيه ثقة عمياء يعني جلس تقريبا ثلاث اشهر اكلمه ما قال لي حتى مجرد او تلميح انه انا ابا اشوفك او ابا ارسليلي صورة لك فاقول لكم يعني اطمنت له بشكل ماهو طبيعي لدرجة انه خططنا مع بعض لكل شي رسمنا عشة الزوجية قررنا ايش نجيب اولاد وبنات كم نجيب ايش بنسميهم وان بنسوي الزواج متى حتى بنسوي ايش بنسوي بالزواج كل شي اتفقنا عليه لدرجة ما صار يناديني الا حلالي وانا ما انادي الا حلالي وقال لي لا تخافين ايش ما كان شكلك والله العظيم اني انا حبيت روحك مستحيل اني اتخلى عنك وانا اقوله بقلبي اجل لو شفتني ايش حتسوي يعني ايش حتسوي ايش حيصير لك وفعلا ارسلت له احلى صورة عندي وصار اكثر من اللي انا كنت يعني متوقعته بكثير انهبل طار عقله قام يبكي من كثر الوناسة يعني تعلق فيني بزيادة صار يعني مستحيل انه يتركني ما يبغى يتركني حتى ولا ثانية حتى الاكل انا ااكله معاي على الخط حتى النوم حتى النوم اقوله بنام يقول لا 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 سكرين انا ابقى اسمع عنفاسك وبعد خمس اشهر بالضبط قال لي انت الحين حلالي وزوجتي قدام الله وقدام نفسي امونا عيني بس اني اشوفك وعاد انا بيني وبين نفسي انبسطا اني بموت انا بموت بس على جنسة معاه بموت واشوفه بس لكن اتغلت يعني شوي حركات تقوله كده وسحبت في اسبوع لين اتفقنا على المطعم اللي بنتقابل فيه وجاء هذاك اليوم اللي المفروض انا يعني اروح الجامعة وعندي اختبار لكن هو اصر الا اني اشوفك بهذا اليوم انا مرة مرة ما اقدر اجل ولا حتى خمس دقائق اليوم يعني اليوم قلت لي ابن الحلال عندي اختبار وكذا وكذا قال لا بس انا اجبلك تقرير طبي وخلاص تعيدين الاختبار فطلعت اركض من البيت وصادتني مين اختي الصغيرة طالعت فيني كذا وقالت لي اجلسي العبي معاي وكذا قلت لا 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 انا عندي شغل اكبر انا عندي اختبار ولازم اني اروح اختبر ولكن برجعلك على طول يعني ما راح اتأخر وبس اجي حلعب معاك فقالت لي اختي وعد قلت لها وعد طلعت معاه وتقابلنا في مطعم وجلسنا وسولفنا ومزحنا وضحكنا واستهبنا ومسك ايدي ونبض قلبي لين قلت امين حرفيا يعني تخربط كل كياني انا ما عاد ادري حتى انا وين ولا الساعة كم ولا اش سويت مو فاكرة شي يعني نظرات وكانت بحذاتها اسهم كأنها كده اسهم خرقت قلبي وقال لي كلام حلو يا الله يا هذا الكلام ما بحياتي سمعت هذا الكلام على قد المدح اللي كان يجيني من امي ابوي بس هو كان كلامه غير يعني كلام رجل لامرأة وبعد ما اكنا وخلصنا اخذنا السيارة وقمنا نفرفر كذا بالسيارة فقال لي ايش رايك او اديك عش الزوجية طبعا هذه الشقة استأجرناها عشان يكون يعني بيتي يعني هو اذا خطبني يعني انا بس كن فيه فاثثناها سواء كان يخيرني يعني هذا طب دا طب يعني كل قطعة في هذه الشقة شاورني فيها وبدون اي تردد وبدون اي خوف انا وافقت ودخلت البيت وكنت حتى اني امشي قدامه من كثر ما انا واثقة وكنت اطلع الدرج قدامه لين وصلنا ودخلنا وجلسنا فصب بلي شوي قلت لا 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 يا ابوي لا يا حبيبي لين هنا وستوب الا الخمر انا ما اشرب تبي تشرب انت بكيفك بس انا لا مستحيل قام قال يا الله مشكلة مجتمعنا المتخلف هذي حسب اني يسكر من قطرة بالله انك بتتوقعين تسكرين من هذي النقطة فاقنعني قلت يلا هات وشربت وبعد ما شربت انا ما عاد ادري اشي اللي صار اثاري صار كل شيء ولا فوقني الا صوت الباب تك 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 بقوة اقول مين مين يقول لي ما ادري ما ادري مين قام فتح الباب الا الشرطة داخلة علينا ايش في ايش ما في ايش في ولا الشرطة كذا يطالعون بالشقة يدورون اول ما دخلوا الشرطة اللي عباتي موجودة على الكنبة فقاموا يدورون وين البنت وين البنت فطالعوني طبعا بسهولة من تحت السرير قام الشرطة يبلغ بالجهاز اللي سلكي قال لهم هنا بعد ترى لقينا واحدة ارسلوننا عسكرية او اللي سجانة عد الكلمة انا رنت بادني ايش ايش باقي واحدة ايش في يعني انا ماني فاهمة شيء من انتو ليش جايين انتو جات الشرطية وسحبتني زي الخروف من تحت السرير ولبستني الكلبشات وركبتني سيارة فيها بنات كثير بس ما يشبهوني بنات ابسط شيء اقدر اقول عنهم انهم بنات دعارة بنات هوا بنات ليل يعني انا كانت شكلي مرة غير لبسي مرة غير اسلوبي مرة غير وطول الطريق وانا ماني فاهمة ولا شيء واسأل اسأل ايش فيه ايش فيه مين بلغ الشرطة ليش جات الشرطة البنات هذول مين من وين طلعتوهم حرفيا ما كنت فاهمة ولا شيء ولا ايش قاعد يصير لي فكن طول الوقت اسأل اسأل ولا من مجيب كيف كده سبحان الله انقلبت حياتي بدقائك طب ايش هيصير بعدين ايش هيصير اكثر من كده امي ابوي الدنيا دي لو درت كلها يا ويلي دراستي اخواني اخواتي يا الله كل شيء افكر فيه وصلنا المركز وبدأوا يعني ياخذون منا معلومات انا طبعا كتبت اسمي بياناتي كاملة طلبوا مني رقم ابوي قاعدت افكي واصرخ والله ما تاخذونه والله ما تاخذونه حتى الا ابوي قولوا لأي احد في الدنيا هذي كلها بس ابوي تكفون لا تفضحوني عنده الا ابوي تكفون تكفون انا ما سويت شيء انا بس غلطة بسيطة انا بس رحت مع الشخص اللي احبه لبيته وقالت لي السجانة بيت مين يا حبيبتي تحبينه مين احنا شايلينك من وكر دعارة تخيلوا يعني طلعت العمارة كاملة تستأجر للدعارة ويا الله يا كلمتها هذي كانت اقوى كف اخذته بحياتي وين هذا الرجال اللي وثقت فيه هذا هو اللي انا حبيته هذا اللي خططت معا الحياتي هذا الشق اللي انا حلمت فيها هذا هو عشة زوجية جايبني وكر دعارة هذا الزوج اللي انا تمنيته وحلمت فيه طول حياتي هذا هو ابو اولادي اللي خططنا حتى اسماءهم ومتى حتى بنجيبهم كل ذا كان كذب معقول كله كله كان كذب يعني فصرت زي المجنونة ابكي واضحك ابكي واضحك واصرخ اصرخ اصرخ الين عطيتهم رقم ابوي غصب عني اخذوني وانا مكلبشة يديني ورجليني ورموني فيه زنزانة انفرادي وكل واحدة طبعا حطوها بزنزانة يعني مت من البكي ابكي 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 الين مرت ساعة جات نادتني السجانة قالت يلا تعالي تحقيق فرحت للتحقيق وانا مكلبشة يعني بيديني ورجليني ولا شوف مين احن ابو وام بهذا الدنيا قاعدين كانوا ينتظروني يا الله ينتظرون بنتهم بنتهم اللي كانوا يفتخرون فيها ينتظرونها تدخل عليهم مكلبشة يدينها ورجلينها هذه كانت هديتي له وهذا كان جزا المعروف وهذا كان جزا الثقة الزايدة الثقة العمياء اللي اعطوني اياها بنتنا الدكتورة اللي كانت رايحة تختبر عشان ترجع لنا بالشهادة داخل علينا مكلبشة يدينها ورجلينها ابوي بس لمحني هذاك الوقت وانا جاي نزل راسه بالارض وجلس يقول لا حول ولا قوت الا بالله لا حول ولا قوت الا بالله لا حول ولا قوت الا بالله وامي كانت تطالع فيني رافع راسها ما نزلت راسها ولا نزلت منها ولا دمعة الين وقفت قدامها ولما وقفت يا عطتني كف صارت تضربني كف ورا كف ورا كف ورا كف انهارت علي بالضرب ضرب 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 وابشع الكلمات اللي ما سمعتها بحياتي سمعتها من امي هذاك اليوم ولا نزلت منها دمعة وحدة وقالت للشرطي من يوم ورايح هذه ما هي بنتنا ولا نعرفة انا خلاص بنتي ماتت تفلت علي وسحبت ابوي من يده وقالت يلا قوم وامشي وفعلا راحوا وخلوني وراحت امي وراحت روحي معاها وراح ابوي وراحت معاهم كل الحياة الكريمة اللي انا كنت عايشتها راحت دلع العز وبقيت انا بس لحالي بالسجن الوقت كان في الزنزانة طويل 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 الوقت بالزنزانة كان يمر اليوم كأنه سنة ما ادري كيف ولا ادري شلون ولا اصلا ابغى اعرف كيف مرت الايام علي ولا كيف مرت الشهور الين جا وقت محاكمتي اخذوني المحكمة وحكم علي الشيخ سجن سنة وجلد مئة جلدة وبدأت معاناتي مع الجلد يا الله نحفت نحفت صرت جلد على عظم وجاء وقت تنفيض حكم الجلد فيني وفجأة صباح كذا في يوم من الايام الساعة سبع صباح طبعا فتحت علي السجانة كذا السجن وقبل حتى ما يعطونا موعد قبل ما يعطوني موعد قالت لي الله قومي قومي بسرعة اسمعي البس العباية البس العباية على اللحم لا تلبسين ولا شي تحتها كذا حكم الجلد الله يكفي نشروا اياكم وشالتني بسيارة أنا ومجموعة من البنات كلنا كان علينا تنفيذ حكم الجلد وقالت لنا بسيارة اسمعوا لا ترفعون صوتكم ترى الشيخ يعصب ترى بيكون في مجموعة مشايخ والمشايخ يعصبون يسمعوا صراخ الحريم وشالونا وحطونا كذا بمكان زي القفص وصاروا يطلعون وحدة 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 يجلدون ويرجعون الين جاء دوري وكنت أنا أسمع صراخ اللي كانوا معاي يعني أسمع وهذا وهي يعني موصيتنا يعني لا تصرخون بس من جد يعني ما حد يقدر يصرخ أبدا الين جاء دوري حاولت أني أمسك نفسي مسكت نفسي وحدة ثنتين ثلاث ومن بعد الجلدة الثمانية والعشرين ما حسيت بنفسي إلا أنا أولن وأصارخ وأولول وأنا نجلد وأتألم وأصرخ وأنا أتألم وأصرخ جالسة أفكر بأبوي أبوي 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 ما بحياتها مد يد علي أمي ما بعمرها مدت يد علي أنا أنا كنت مدلعة أنا كنت معززة يا الله يا وقتها كنت أصرخ من كل قلبي وأقول أنا استاهل أجلد أجلد زيادة أجلد يا شيخ أنا خليني أتوب خليني أتوب أنا اللي رفست النعمة أنا اللي بعت حياتي يا بس وأول ما خلص الشيخ حكم الجلد ما حسيت بنفسي إلا وأنا طائحة فتحت عيوني ولقيت نفسي بالمستشفى والدكتورة فوقراسي يا الله أول مرة في حياتي أتمنى أني ما أقوم من النوم أول مرة أتمنى أني أدخل بغيبوبة مدتها سنة لما تخلص محكوميتي لما يقولون خلاص اطلع من السجن أعطتني الدكتورة وقتها مغذيات وقالت لي أنت يعني جسمك مرة ما يتحمل جسمك جدا هزيل بس عادي إن شاء الله بمشي الحال يعني مع الأدوية وكذا وطلعتني ورجعوني بالسجن لكن هالمرة يعني حطوني مع سجينات يعني على الأقل يعني كان أهون كانوا يسلوني صحيح الوقت طويل لكن أهون من أن أكون أنا الحالي وكان أول سؤال سألوني السجينات يعني باين عليك أنت مرتبة وبنت ناس وبنت عز وعيلة إيش قضيتك يعني؟ فحكيتهم قضيتي حاولوا وقتها يعني أنهم يخففون علي ومن هذا الكلام؟ مرت الأيام وأشوف صديقات يعني كل مرة يعني تعالي فلانة عندك زيارة أمك أختك أبوك أخوك إلا أنا كنت الحالي ما حد تذكرني ما حد تذكرني يعني ما حد تفكر يجي يزورني ولا حتى أحد سأل عني وكأني ما كنت وكأني ما أن وجدت أصلا وبعد تقريبا ثلاث أو أربع أشهر جاء موعد زيارة وجات السجانة وقالت يا فلانة ترى عندك زيارة قلت إيش؟ كيف؟ مين؟ زيارة مين؟ مين اللي بيجي وأنا أمشي أركض وأنا أركض كل أحد يجيب بالي كل أحد يجيب بالي أمي أبوي يعني أخواني أخواتي إلين فتحت الباب إلا أشوف مين؟ أشوف صديقة الطفولة أختي اللي ما جابتها أمي ندى بنت خالي ندى هذه سبحان الله كانت أقرب إنسانة لأختي حرفيا وحدة من أخواتي كانت يعني تجي تنام عندي نسهر سوا وهي قدي بالعمر وحتى قدي بالدراسة يعني صحيحي شاطرة بس أنا كنت أشطر منها أشطر منها بكثير وأمها دايما كانت تقول لها لي ما تصيرين زي فلانة اللي هي أنا ففتحت السجانة الباب ووقفت أنا وما قدرت أمسك نفسي خلاص يعني نهرت طحت على الأرض من البكي وجات ندى تبضضمني قات لها السجانة لا ممنوع ما تلمسينها أبدا فقامت وقتها ندى بنت خالتي تبكي تبكي وتترجى السجانة تكفين تكفين بس ضمة تكفين بس أحظنها حضنة وحدة والله بس ضمة وحدة وسمحت لها وجات وضمتني وأنا على الأرض وجلسنا نبكي 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 وجلسنا نتكلم أنا وياها وعدتني إنها تتوسط لي عند أمي وأبوي وتحاول تقنعهم وجلست يعني تاخد أخباري وإيش كذا وليش كذا وليش كذا أصلا شكلك تغير وليش أنت مرة نحفانة كذا وليه وجهك شاحب وشكلك مرة يخوف وإلا قاطعتنا السجانة وقالت انتهى وقت الزيارة وقامت ندى وقبل لتروح يعني قلت لها أبو سيدك ورجلك يا ندى أمان عليك يا ندى ما تقطعيني تكفين تكفين يا ندى لا تخنيني أنا محتاج قلت لي ندى أوعتك والله أني ما رح أقطعك ولا رح أخليك لكني تعرفين يعني أبوي بالغصب حتى وافق أني أجد المكان المكان ذا ترى مو بسهولة تقدر تدخل يعني في أي بنت وتطلع منه لكن أوعتك قد ما أقدر أني ما أقطعك ومرت الأيام وخذت معاها الشهور وفعلا ندى كانت تجيني كل موعد زيارة ما قطعتني لين مر 11 شهر بقي لي بس شهر وأطلع شهر بس وأطلع وفجأة بيوم للأيام فتحت السجانة باب السجن وقالت يلا تحقيق قلت له تحقيق إيش؟ إيش تحقيق؟ أنا خلاص ترى بس بقي لي شهر وأطلع وتنتي محكوميتي قلت أقول قومي بس لا يكثر بس قومي تعالي وفتحت الباب على المحققة وأنا معصبة قلت له خير تحقيق إيش؟ تحقيق إيش؟ أنا مو بقي لي شهر خلاص وتنتي محكوميتي قلت ليش؟ إنتي نسيت إن حنا أخذناك من هناك وإنتي كنتي سكرانة؟ وفتحت معاي تحقيق من أول وجديد وأخذون المحكمة والشيخ وقتها حكم علي بالسجن ست أشهر وثلاثين جلدة وأنا ما عاد هو أنا شكلي تغير جسمي تغير هزيلة كنت جلد على عظم صرت حتى أدوخ باليوم واليومين شلوني ودوني المستشفى الدكتورة ما غير يعني تصرف لي فيتامينات وتحق لي مغذيات وتنصحني تقول يا بنت لازم تاكلين كلها فترة وتعدي وأنا ما غير أبكي وأبكي وأبكي حس قلبي بيتوقف من كثر البكي ويا الله جمالي راح جمالي أي والله جمالي هو اللي والصني اللي أنا في الحين جمالي اللي كان يقولوا اللي حرام حرام كل هالجمال أنت ما عندك حبيب خلاص راح راح الجمال ويا ليت بس على الجمال بس راح راح الجمال وراح الحبيب وراح أحل أم وأب بهذا الدنيا وراح الأخوان وراحة العزوة وراح المستقبل وراح النجاح وراحة الدكتورة والأهم من هذا كله راحة السمعة أي والله راحة السمعة بسبب غلطة أنا ما حسبت حسابها وانجلت زي طيبين وأغمع علي وأخذوني ودوا للمستشفى وعطوني مغذيات وفيتامينات وكل عادة يعني الإن جت زارتني ندا بيوم من الأيام وجدت تبكي تبكي وأنا نهرت عند ندا قلت يا ندا يا ندا تكفين تكفين يا ندا أنا ما عاد أنا قادرة ما عاد أبغى من الدنيا شيء إلا بس حضن أمي ما أبغى شيء تكفين يا ندا تكفين تقلين لها تكفين يا ندا تتواصلين مع أمي تكفين يا ندا تقنعينها أنا وصيتي كل مرة اللي فاتت بشريني تكفين قوليلي إنها سامحتني فقالت لي الصدمة اللي ما تخيلت إني بسمعها بيوم من الأيام قالت والله يا ناد إني حاولت فيها كثير لكن أمك مو راضية تسمع شيء أبدا ولا حتى راضية أحد يفتح الموضوع وقالت للناس إني كنت تزوجتي وهاجرتي وفعلا خلصت الزيارة وراحت ندى وجلست الحالي في الزنزانة هذا كل وقت أبكي بدل الدم عدم ومرت خمس أشهر وبقي بس شهر على محكوميتي وأقوم يوم من الأيام إلا السجانات كده يأخذوني قالوا لي يلا تحقيق قلت إيش في خلاص تحقيق إيش مو خلاص محكوميتي شهر وبأطلع يا ناس خلاص أنا تعبت قالت المحققة أنت متهمة ومتورطة في شبكة دعارة وهذه العمارة اللي أنت كنت فيها هي وكر من أوكارهم كلهم كده مشتركين مع بعضهم أنا عاد هنا خلاص ما عاد قدرت أصبر تمنيت الموت تمنيت الموت في هذه اللحظة خلاص ما عاد عندي حتى واحد بالمية من الصبر ودي بس أموت ولا أني أرجع ولا أرجع حتى خمس دقائق ما أضع أجلسها في هذا السجن أحالوني للمحكمة وحكم علي الشيخ هذه المرة ثلاث سنوات سجن وثلاثمية جلدة واه جسمي خلاص ما عاد يتحمل ولا حتى ربع جلدة فقالت لهم الدكتورة وكلمتهم من جسمها مرة ما يتحمل إنها تنجلت كل الجلدات هذه مرة وحدة فقسموني الجلدات على مرات يعني كل أسبوع كنت انجلدني كم جلدة وأروح وأرجع كل أسبوع كذا انجلد وأرجع انجلد وأرجع لين خلصتها فمن كثر الجلد صار جسمي كله معلم وصار ظهري مقوس يعني ما عاد أقدر أني أرفع صرت أمشي يعني زي العجايز ولا صرت حتى أقدر أوقف ولا صرت أقدر أمشي لكن هالمرة كمان عقوبة شبكة الدعارة مو بس ثلاث سنين وثلاثمية جلدة لا مع الشغل تعزيرا وشغل التعزير يعني شغل مضاعف بالسجن جت السجانة ورمت علي الخرقة وقالت لي يلا قوم أمسحي بلاط السجن كله وقمت ومسحت 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 لين خلاص ما عاد أشوف شي قدامي ما عاد أشوف الدرب ما عاد أحس حتى بجسمي نهائيا خلاص بقيت الصحة اللي كانت عندي والعافية اللي عندي خلاص راحت وأنا بالزنزانة كده نهرت من البكي نهرت 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 رحت مسكتي الورقة والقلم وجلست أكتب لأمي وبكيت وشكيت لها كل شي وقلت الوحدة من السجانات تكفين تكفين أبوس راسك ويدك ورجلك أبوس يدك ورجلك أنك توصلين هذا الرسالة الأمي أنا ما عاد أبوا من الدنيا شي ما عاد أبوا شي يعني من هذا الدنيا إلا بس أن أمي تحس فيني تكفين تحس فيني تعرف أنا إيش قاعدة أمر أخذت السجانة مني الورقة وبعد يومين أمفتح باب الزنزانة وجاتني نفس هذه السجانة اللي أعطيتها الرسالة ومعاها رسالتي رمتها بوجهي وقالت لي كذا تتشمت وتبحك على بالك أن أمك يعني بتستقبل رسالتك بلحظان أمك عطتني إياها وقالت أرموها بوجهها وقلوا لها أنا ما عندي بنت اسمها فلانا وسكرت الباب وطلعت عاد أنا هنا خلاص ما قدرت نهرت نهرت وجلست أدور أي شي بس أبغى انتحر فيه إليين لقيت في أزرار ببنطلوني والزرار كان حديد صغير فقعدت كذا أقطع يدي فيه أقطع شرياني أقطع 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 إليين شفت الدم طلع وهذا كان آخر شيء أذكره بعد كذا صحيت ولقيت نفسي أنا بالعناية المركزة والدكاترة كذا محاطيني من كل جهة والأجهزة محاطتني من كل جهة وأنا اللي أحاول أستوعب أحاول أستوعب أحاول أفتح عيوني وأناظر أناظري ميني أناظري ساري فجأة شفت أمي شفت أمي واقفة على راسي قطعت كل الأسلاك اللي فيني نقست من على السرير بس أبي أحضنها أبي أحضنها قامت دفتني كذا قالت حتى الموت قرفان منك ما يبغاك يا ليت ربي كان أخذك وريحنا منك تفلت علي وطلعت وطلعت أمي من هنا وأنا جلست أبكي 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 بدال الدموع دم يا الله لما شفتها توقعت أنه خلاص يعني بتزين حياتي آخر شي كنت أتوقع بحياتي أن أمي يعني تتمنى للموت وأن أمي تستانس أكثر وحدة بموتي حرفيا صدمني رد أمي يعني أنا لما انقطعت شرياني قلت خلاص هذا هو الحل الوحيد اللي بيجيب راس أمي بيجيبها أمي تيجي خلاص أمي بتحن علي لما انجت قلت خلاص زانت أموري لكن من جد ما توقعت ولا واحد بالمية أن أمي كرهتني يعني لهذه الدرجة وإنها قرفانة مني وزعلانة مني كثر يعني إيش أقول لكم إيش قد الدنيا ذي كلها زعلانة وبعد كم يوم كتب لي الدكتور خروج وشالوني ورجعوني للسجن ورجعت للهام والغام والشغل والكرف وبعد فترة بسيطة جاء موعد لزيارة وجات تزورني صديقة الطفولة ندى بنت خالي لكن هذه المرة يعني جات تزورني عشان تودعني ندى يعني اللي ندى أنا وياها كنا قد بعض بالمدرسة وكنا قد بعض بالعمر وتخرجات والزوجات وجاتها بعثة وتبت سافر يعني مع زوجها برا فجاتني ندى وسلمت علي وسولفت معاي وقالت لي الخبر يعني هذا كان زي الصاعقة اللي سمعته لأن ندى هي الوحيدة اللي كانت تسليني يعني وأنا بين أربع جدران بكينا أنا وياها وقلت لها يا ندى أما أنا ما تنسيني قات والله أنا ما أنساك واني بكل سجدة أدعي لك ربي وقعدت يعني تحاول أنها تواصيني وتشد من أزري وقات خلاص ترى كلها بسنة وتطلعين إن شاء الله وتبدين حياة جديدة وصدقين أن أهلك بيرضون عليك وبالأخير يعني أنت بنتهم ومالهم غيرك ومالك غيرهم صدقين الزمن كفيل بأني نسيكم كل شي ومن هذا الكلام ووعدتني ندى إنها ما تقطعني وطلعت ندى ورجعت أنا لزنزانتي أفكر وأبكي يا ربي إيش تصار فيني وين أنا وصلت نفسي أنا المفروض كانت خرجت أنا المفروض كنت ازوجت مشيت الأيام وجاء موعد الزيارة اللي بعده وجتني السجانة قالت لي عندي زيارة عندك زيارة فأنا استغربت يعني ربي مين مين يعني وأقول في نفسي يعني من بيكون أكيد إنها ندى شكلها يا كنسة للسفرتها يا إنها أجلتها ورجعت أركض أبشوف يعني إيش صار وفتحت الباب ولا أشوف مين قدامي ولا أشوف لكم أحن وأعظم وأطيب وأطهر أب بهذا الدنيا جاي يزورني أبوي أبوي اللي صار يعني له ست سنين أنا ما شفته أول ما شفته أنا ما صدكت يعني مستحيل أنا يتهيألي مستحيل يكون أبوي جاييني بعد ست سنين ست سنين أنا ما شفته طحت على الأرض وانهرت رجولي خلاص ما عادت تشيلني بكيت وبكيت وبكيت بس أبوي ما عرفني وبعدرة أصلا لو ما عرفني لا شكلي هو شكلي وجهي تغير جسمي تغير شعري تغير حتى لوني تغير عرفني بس من صوتي عرفني من بكاي وقام جاء يعني حاول أن يشيني وبرضو منعته السجانة قلت له لو سمحت ممنوع أنك تلمسها وأول يعني ما عرفني حط يده على راسي وشلس يقول لا حاول لا قوت إلا بالله لا حاول لا قوت إلا بالله شفيك ليش أنت كذا قولي لي يا بنتي يعذبونك يضربونك وطول ما إحنا قاعدين ماني قادرة أنطق ولا حرف واحد منهارة منهارة من البكاء بس أتأمل فيه أتأمل وجهه عيونه يا الله وحشتني نظراته وحشتني وجهه كلامه مزحه ضحكته ضمته كل شيء وحشني فيه حضنه ودفاه كلماته كل شيء أحس أني اشتكت لكل شيء في أبوي سألت عن أمي تكفى يا أبوي تكفى أمي أمي حبيبتي كيف أخبارها يا أبوي تكفى قللي أبوي أمي تراها وحشتني بشرني بشرني قللي أنك جاي تبشرني أنها سامحتني قال والله يا بنتي انسي أمك أمك حتى ما عندها أدنني أنها تسامحك ولا تحاولين حتى توصلين لها أي كلمة من أي أحد أمك يا بنتي تغيرت وصارت واحدة ثانية حتى أنا ما تدري يعني أني أنا جيتك ولو تدري فأمك ما عادي أمك أمك اليوم واحدة غير وحتى أنا ما كنت ناوي أني أجيك ولا كنت ناوي حتى أني أسامحك ولا كنت متخيل أني في يوم من الأيام أني أسامحك وأشوفك من جديد لكن حصل لي ظرف جديد وجيت أودعك فأنا قررت أني أسافر أكمل دراستي بره وأمك بتجلسيني عشان شغلها وعشان العيال وأنا جيت أسلم عليك وأقول لك هذه الكلمتين بس وانتهى وقت الزيارة وقام أبوي وقرب مني وسلم على راسي ورح ويا الله لما نسلم على راسي شعري وقف وجسمي تقشعر تذكرت كل شي يا الله كديش أنا كنت محتاجة هذه البوسة ست سنين وأنا أعاني من الوحدة ست سنين وأنا أحلم أحلم ضمة أبوي وضمة من أمي كلمة حلوة من أبوي كلمة حلوة من أمي حنان أبوي وحنان أمي ست سنين من عمري وأنا أعاني ست سنين وأنا عايشة بتقشف ست سنين وأنا عايشة على الذكرى عايشة على الخيال ست سنين وأنا أحلم بس باللحظة اللي يفتحون فيها الباب ويقولون لي خلاص إفراج اطلعي ومرت هالسنة ولا دريسلان كيف مرت ولا أبغى أدري كيف مرت المهم إنها مرت وجاء موعد الإفراج عني أبوي مسافر يعني المفروض إن أمي اللي تيجي تستلمني فاتصلوا على أمي وقالوا لها بنتك خلاص خلصت محكوميتها لازم تيجين تستلمينها فقالت لهم أمي أنا ما عندي بنات وسكرت السم ما عبوشهم حاولوا أكثر من مرة يتصلون عليها يتواصلون معها يا بنت الحلال لازم تستلمين بنتك هذه بنتك وكذا ما عطتهم ولا أي جواب فآخر شيء يعني قلت أنا ما ليشغل فيها مرة دقوا على أبوها وخلوا أبوها يجي ويستلمها ولا عطتهم حتى رقم تواصل لأبوي ولا حتى الدولة اللي راح لها أبوي ولا شيء وجلست بالسجن سنة زيادة بس عشان أمي ما هي راضية تستلمني ولا أحد حتى راضي يستلمني من أهلي ولا يقدرون هم يطلعوني إلا لما يجي أحد ويستلمني سنة كاملة وأنا أبكي بقهر أبكي بقهر بدال الدموع دم يا ناس تكفون كلموا أمي كلموا أمي تكفون أنا بأطلع من هنا يا ناس قلوا لها تجي يا ناس أنا بأطلع طيب أعطوني أنا أكلموا أمي أبدا ما هي راضية لا راضية أنها تتواصل معاي ولا راضية أنها ترد عليهم أصلا يعني ما صارت ترد حتى على جوالهم ولا تقول لهم عن مكان أبوي ولا الدولة اللي هو فيها ولا حتى رقم تواصل معاه وبعد ما أصروا السجن وزنوا عليها زنوا 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 عليها وأجبروها إنه إجباري تيجين تستلمينها أضطرت إنها تيجي بيوم مع ولد خالتي عشان تيجي تستلمني وقبل ما أطلع من السجن وقعوني على ورقة التعهد إني أنا أبر بأمي وإني أنا أسمع كلامها وإني ما أخالف لها ولا كلمة وفعلا وقعت عليه وطلعت وياه بعد سبع سنين من السجن طلعت وشفت الشارع بعد سبع سنين وشفت السيارات بعد سبع سنين وأمشي بين الناس بحرية أكتشفت أصلا لكل الأشياء اللي أنا كانت تضايقني أو أتأفف منها كانت حلوة حلوة كانت تأخذ العقل زحمة السيارات حلوة إزعاج البواري حلو حرارة الشمس يا زينة حتى الحفريات والمطبات اللي بالشوارع يا زينة يا الله يا وقتها سنتها القزاس كأني طفلة توها تتعرف على الحياة وكانت أمي وولد خالتي يعني طول الطريق ساكتين ولد خالتي حتى كاني ناظرني كذا باستحقار يعني مو طبيعي وأمي ماهي طايقتني الود ودها أنها تحطني كذا تحت الكفر الود ودها أنها تفرمني فرم بالسيارة رايحة جاي علي يا علي من جد ماهي طايقتني وصلنا البيت ودخلنا البيت وكانوا باستقبالي أخواني وأخواتي قالوا لأمي يا ماما من هذه قالت هذه أخت الشغالة ريتها وقبل ما أطلع غرفتي اللي وحشتني بموت بموت بس وأشوفها مسكتني أمي من يدي وقالت لي شوفي ترى أنا ماني طايقة وجودك بالبيت وتراك بتطلعين ترزعين في غرفتك زي الكلبة ورح أقفل عليك مثلها مثل السجل لا طلعا ولا دخلها ولا جوال وتراك بتشتغلين شغل البيت زيك زي الشغالة أنت اللي بتنظفين أنت اللي بتكنسين وتحلمين حلم بس أنك تجلسين معانا على سفرة واحدة وتأكلين معانا ولا أشوفك مقربة الواحد من أخوانك الصغار ولا أشوفك تكلمينهم ولا أشوفك تسممين أفكارهم أنت وحدة نجسة ترى بأي لحظة يعني أنا ممكن أني أرجعك السجن أخذت لي هالكلمتين وطلعت أجري جري الغرفة غرفة اللي صار لي سبع سنوات أنا ما شفتها يا الله سريري ومخدتي لحافي دولابي دولاب الملابس كلها على حطة يدي ما في ولا شي تغير بالغرفة يعني باين أنه أحد أصلا ما أحد يعني دخلها ما أحد قدر يدخلها طول هذه السبع سنوات أول ما دخلت الغرفة يعني سمعت على طول صوت تكفيل الباب يعني أمي قفلت الباب بس عادي مو مهم يعني المهم أني طلعت من السجن المهم أني رجعت الغرفة فكنت أحس بأنها أيام ويرجع كل شي طبيعي أو على الأقل يعني تخذ بالتدريج لين ما أمي خلاص ترضى علي بس أمي كانت تزيد كل يوم على الثاني كل يوم يعني أمي تغيرت كثير أمي صارت قاسية قاسية مرة مو بس بالكلمات الجارحة يعني حتى الضرب كانت تضربني على الطالعة على النازلة ولا تناديني إلا يا العاهرة أو يا الفاجرة كرهت نفسي كرهت حياتي ليلي ونهاري أبكي 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 لين يوم من الأيام شافتني جالسة مع أختي الصغيرة كامت مسكتني وطربتني ضرب 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 لين قلت أمي من القهر يومها بكيت بكيت وصرخت قلت خلاص ارحميني حرام عليك أنا ألقاها منك كل من الدنيا أنا لو أموت وأفتكر يا حلي كاتيش بعد الطولين لسانك تعلم صوتك علي يا قليلة الأداب يا الفاجرة يا العاهرة أنا الحين اللي أكلم السجن وأقول لهم ترجعونها عندكم وطبعا لأني أنا وقعت على تعاهد أني أنا أبرها وأسمع كلامها أي شكوى تجيهم منها يشيلوني على طول زي الخروف ويسجنوني حرفيا يعني أمي ما عندها إلا ثلاث كلمات ياتسب بأوقح الكلام ياتضرب ياتهدد بالسجن والعيشة صراحة بالسجن أرحم بكثير من العيشة معها الحين أصلاً توتها واشت معاها وضربتني وحلفت بالله العظيم إنها لو تروح تكلم السجن وتقول لهم إنها عقتني تعالوا خذوها وهذا أنا أكتب لكم قصتي عشان البنات يتعظون منها ولا أدري يمكن يوم يمكن يومين يمكن ثلاث ياخذوني للسجن الحياة ساوت عندي ولا شي له طعم عندي لا في السجن ولا بر السجن هذا سجن وهذا سجن وهذه قصتي من الألف إلى الياء إلى هنا انتهت قصتنا لليوم أشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة وفيديو جديد أنا وأنتم بخير دائماً إن شاء الله إلى ذلك الوقت أستودعكم الله